لكن لما المباراة قرر بيوم سابت إن شاء الله أقولك هو الراجل بيفكر في إيه خاصة إحنا في حاجة بس قلناها مبارح وحابي بعملها استدراك إحنا كلنا بنتكلم مبارح من الراجل الراجل كان بيفاضل ما بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم رامي ربيعة بعد ما رجعنا لي الاتحاد الأفريقي تأكدنا أن رامي خد كارت أحمر في مباراة المداد فتم إيقافه في المباراة القادمة فوجب الاستدراك أنه ياسر إبراهيم هو يلعب مع محمد عبد الملهم صاحب الحظوظ الأوفر إنه يكون ليس طبعا بادري على المباراة لكن هو صاحب الحظوظ الأوفر فوجب الاستدراك اللي احنا قلنا فيه مباراة أمس إنه هو المفضلة الفنية ما بين رامي وياسر فلما استفسرنا عن المعلومة النهاردة تأكدنا أنه هو مركز مركز تمانية مركز تمانية هنا هل هيلعب بـ دابل إيت يفكر يلعب بـ حمدي فاتحي وديانج ويطلع السلائي هو اللي يعمل البرتج ويشتغل كأنه لعيب تمانية ولعيب عشرة يبقى ليه دابل رول في وسط الملعب ويقبارات اتنين دابل بيفوت أو اتنين بلعبوا في مركز ستة ديانجو وحمدي بعض الأدوار المساندة ليه عمر السلية ده أوفشن خاصة أنه يلعب مباراة خارج الأرض ده أوفشن من ضمن الحاجات يجربوا في جزء من مباراة أسوان الودية ده حاجة من ضمن الحاجات اللي الراجل بيفكر فيها حسام حسن هو الراجل هو المهاجم الأقرب إنه يكون موجود أساسي طاهر محمد طاهر وبرونو سابيو إذا يلعب بالطريقة دي طيب لهم مش بالطريقة دي برونو سابيو هيكون موجود هو اللي بلعب تحته وقفشن 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 ملعبش أولا مباراة مع الراجل فقفشن ده مش معلان أنه قفشن عشان بس الناس بتاخد كلامنا وتوديف حتة تاني ده مش معلان أنه قفشن وشريف برح سببات الراجل ده غير صحيح لأن الاتنين ملعبوش معاولا مباراة الاتنين الراجعين من إصابة الراجل قال وده شرطه في كل اللاعبين مفيش لعيب هيرجع قبل ما يكون جاهز بليس بمئة في المية وده اللي قال بيرسيتاو جاهز يخش تدريبات جماعية الراجل رفض تماما وقال مش يخش تدريبات جماعية إلا بعد العودة من تومس كمال كمان تمرنات تقوية العضلات عشان أنا ما عنديش استعداد أخسر أي لعجب شادي حسين شادي موجود في التمرير الراجل اشترك وخد عدد دقائق مقارب للي خده حسام حسن الراجل معدوش مشاكل معاه خالص اشتغل شوية بس كل المشاكل يعني مش هو اللي اختار شادي حسين صحيح مش هو شادي حسين جايب من بدلي كمان طب ما بنفس المقياس مولا هو اللي اختار حسام حسن وجي لقاف الملعب اعتبر ان شادي حسين ده مش صفقة اعتبره العيب موجود داخل النادي الآي زيه زي حسام حسين طب ما هو لو عنده الاسترايكر لو رهانه على حسام حسن فضل مكمل حسام ماشي بشكل ممتاز في المبارات الودية مش بس على صعيد التسجيل كمان احنا متفرجناش على المبارات ممكن احنا فرقت شوية على بعض الحاجات يعني لكن حسام فايق بلغة الكورة فايق تحس ان هو معندوش مشاكل بلعب بشيء منها لتحرر وملتزم تمام بلو الراجل عايزه الراجل احنا مرسل كل قاعدنا هنا حلقة نتكلم ان الراجل ده بيحب المهاجم الكلاسيك بيشتغل لازم عايز فرود عايز فرود بوكس فحسام حسن هو اللعيب الوحيد قبل ما يجي شادي حسين هو البوكس الوحيد شادي كمان عنده ميزة انه بيلعب في الاتنين بوزيشن فطول ما حصل حسن فايق هيفكر لشادي انه يطلع برا شوية يوديه على الجناح الشمال خاصة في المباراتية افريقية وارد جدا انا اعتقد انه استخدم شادي جناح لانه لما قلناها الناس مش اقول ايه هقول لي مشكلة فيه احنا احنا ما وصلناش ناس كويس هو مش جناحة يعني فكرة الجناح الناس بتفهم انه هو شادي حسين ينفع يلعب جناح او مش بيلعب جناح هو بيلعب حاجة اسمها انسايد وينجر انا مش بقول الكلام ده الكريم انا بقوله الناس لانه الناس اللي لقيت الناس عملها يعني على فكرة بقى مع الناس قول المذاكر شادي حسين شادي مع سمية كلبطر وقت احمد ياسر ريان كان بيلعب جناح وبغض النظر وبعد احمد ياسر وبعد احمد ياسر يعني حتى حتى في وجود باسي مورسن ووراة اللي كان بيلعبها كان بيطلع يلعب انسايد وينجر يعني كان بيبقى تواجد فين الكريم هنا هو في الحتة دي دايما بيتواجد هنا ولما استعرضنا وشراحنا شادي حسين في حلقة سابقة شراحنا شادي كل مناطق تواجده اللي موجودة عليها البيل الاحمر ده هو هي منطقة التواجد ومنطقة خطورته بشتغل بشكل ممتاز جدا في المنطقة دي انا لو كولر بقى وقعد باشتغل في الاهل وباشوف اللايبة اللي عندي امكانياتها انا شوف ان حسام حسن بديله في الاهل محمد شريف وشايف ان شادي ممكن تلعب بجنيح وبرستاوت طبعا يلعب جنيح ايه دا لم يتعقد النادي الاهل مع مهاجم لان وارد يبقى في مهاجم وانا بقولك لو تعقد النادي الاهل مع مهاجم اوتوماتيك شادي حسين خلاص راح الجناح لان عنده شريف مش يطلع جناح عنده حسام حسن مش يطلع الجناح ولو جبت مهاجم كلاسيكي تسعة كما يفكر نادي الاهل تحت السن فانت برضو هتلعبه جوه البوكس ففي الحالة دي شادي هيروح للمكان اللي اكيد الراجل تفرج فيه ميت مباراة مع سيراميكا الراجل بشتغل انسايد وينجرز بعض المباراة القليلة جدا جدا اللي اشتغل فيها رأس حربة صريح جيمين انت شرفت ونورتك العادة الحوار معاك حبيبك للغاية حبيبك حبيبك